بسم الله السلام عليكم اليوم سنقوم بإعداد فيلا بفواكي البحر إذا سنشرع في إعطاء المكونات تشكيله من قشرية البحر تشكيله من صلافية البحر كلمار والحبار أو كما يطلقوا عليه بالسيبيا سنحتاج كذلك إلى فلفل أحمر فلفل أخضر ثلاث حبات من الثون ونصف بصلة قليل من مبتور حامض سلسل طماطم الأرث مرق السمك زيت الزيتون وإلى فلفل أسود القليل من الملح والفلفل الأحمر ونصف ملعة من ملوين صناعي سنشرع على بركة الله إذا سنقوم بوضع قليل من زيت الزيتون حوالي نصف كأس صغير سأضيف البصل إذا نضيف فلفل الأحمر والفلفل الأخضر ونصف ونصف الحامض نقلي الفلفل قليلا بعد أن تقلنا الفلفل الأحمر قليلا ونقوم بإزالته والإحسفات به بالتزين الآن سأضيف كتعة الحبر الكلمار والقريلي والقريلي إذا نترك كل ما تبقى جانبا نصف نصف ونضيف الأرز ونضيف الأرز يجب أن نقليه جيدا حتى تتمسك حبات الأرز لا تنفتح بعد تهويها مع المرق سأتربل بالمرون الصناعي قليل من الفورفل الأحمر وقليل من الملح والفورفل الأسود نفرط الجميع ونتركه يتقلى حوالي 5 دقائق حتى يتقلى الأرض جيدا نقوم بإضافة سلسل الطماطم حوالي ملعقة طعام سأضيف بعض حبات الصدافيات نترك الباقي الآن سنزين به سأقوم بخلص الجميع سأقوم بوضع الصدافيات من فوق على هذا الشكل سأضيف بعض حشريات نحاول أن نزين في نفس الوقت طبقة طعيلة نضيف كذلك نضيف الفلفل المقطعة طاليا نضيف المرق نضيف المرق إلى الدرس نضيف السمك إن لم نتوافر على مرق السمك من التقوية المرق من المرق مرق السمك عموضة في حالة عدم وجودها ممكن الاستعانة بالماء فقط سنقوم بتخفيض حرارة المقيد ونتركه حوالي 10 دقائق إذن للإشارة فقط فأثناء طهق البايلة فلا يجب تحريك بالملعقة فقط يجب ورجها على هذا الشكل حتى لا يلتسك الأرز بقعر البايلة إذن بعد مرور 10 دقائق ونضج البايلة نقوم برجها قليلا كما تلاحظون وجود قليل هنا كما تلاحظون وجود قليل من المرق نقوم بإطفاء المقيد ونأخذ فقط ورق الألومنيوم نقوم بتغطياتها ونتركها ترتاح حوالي 5 دقائق إذن بعد مرور 5 دقائق نقوم بإزالة ورق الألومنيوم نراحظ بأنها قد تشربت المرق نقوم بتزيينها بقطعة حامض من الوسط بالهن والشفاء ننتظر مشاركتكم ومشاركتكم على قناتنا إلى لقاء جديد دائما مع الجديد